اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النوابن المجتمع البرلماني الدولي مطالب اليوم على وجه الخصوص والسرعة إلى اتخاذ موقف فاعل ومؤثر في حماية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي وفي كافة دول العالم لتأمين حماية الاقتصاد العالمي واشارت إلى حرص مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى على تعزيز الامن والاستقرار في كافة دول العالم ودعم تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش وان المنجزات الحضارية في مملكة البحرين في هذا المجال اصبحت ثقافة راسخة وقوانين ثابتة واجراءات مستمرة على كافة المجالات والمستويات جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي السيدة مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية باجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ال41 بعد المئة والمقام حاليا في جمهورية صربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة